اشتركوا في القناة في حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة ستيباس المكلف بتدبير المفوض للنقل الحضري على مستوى جماعة ويسلان بمدينة مكناس مؤخلفا خاصة ارمادية بالحافلة فيما لم يؤخلف ضحايا في صفوف الركاب واندلعت ألسنة النيران في المحرك الخلفي للحافلة أمام اندهاش عشرات المواطنين الذين غادروا الحافلة تأجنبا لوقوع كارثة قبل أن يصارع مستخدمون لإخماد الحريق في انتظار وصول عناصر الوقاية المدنية واقعت لاثنين التي خلفت ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين أعادت إلى الأذهان واقعة اندلاع النيران في حافلة ستيباس قبل سنتين كانت تؤمن الخط الرابط بين جماعة الدخيصة ومركز المدينة الجديدة حمرية بمكناس بالمنطقة المعروفة بعين عتروس وبعدها اندلاع حارق في حافلة أخرى وسط المدينة الجديدة حمرية مما يؤكد حسب شهادة مواطنين هشاشة الأسطولة الذي تستغله الشركة المنكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الإسماعيلية كنتم مع نصرة إخبارية إلى اللقاء